قدم وزير الدخلية محمود توفيق التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وأعرب وزير الدخلية عن أطيب التهاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف وصنع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام وأصدق مشاعر الأعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسدد كما بعث وزير الدخلية برقية تهنئة للفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقال وزير الدخلية في البرقية إن هيئة الشرطة تصرها في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن تذكر بكل إعزاز وتقدير أبطال قوتنا المسلحة الباسلة وشهد أهل أبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عن الوطن المفدى وترابه المقدس وستروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات